السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدي الكرام السعيدة بلقاكم كيف العادة في فيديو جيد وفي وصفة جيدة مرحبا بكم في قناتكم مطباق عتقك نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال وصفات اليوم اللي سنقترح عليكم بابن الله عبارة عن طرطة باردة بمضاق دي الكراميل طرطة اللي كتجي اقتصادية كتجي بنينة في الزف نتمنى تجربوها لانها في الان كتستحق انكم تجربوها قدموها في كل مناسبة دي لكم قدموها بصحة ورحة احسن خفيفة طبقة ثانية اقتصادية فيها فقط الكريم وان شاء الله ستعرفوا على التفاصيل في الفيديو وكذلك الكراميل نصابه في البيت ويأتي جيد جيد مميز يعني كراميل يجير رائع جدا ووضعتكم الوصفة في القناة ان شاء الله تجربوها على بركة الله نبدأوا استعراض المقادير من بعد منهم الطريقة كنتمنى لكم فرجة ممتعة سيحتاجوا في المقادير باش نحضروا هاد الجنواز سبعة دي المعالق كبار دي السكر سبعة دي المعالق دي الزيت سبعة دي المعالق دي الزيت سبعة دي المعالق دي الدقيق بيضة واحدة نلقى صغرات دي القهوة سريعة دوابان رشة دي الملح ونلقى كبيرة دي الكاكا وصاشي واحد دي الخامير الكيموية كيوزن ثمانية كرام هذه هما المكونات بسيطة واقتصادية في نفس الوقت دوزو على بركتي الله نحضروا الطريقة في الخلاط للكأس دي الخلاط الكهربائي نعمل فيه بيضة واحدة مكونات يعني غن عملوها كلها في الخلاط يعني طريقة جيد سهلة وكن حصلوا على جنواز اللي كجي خفيفة يعني بلما نطربوا حاجة بحاجة نخلطوا المكونات كلها في مرة هذه الجنواز كيفما تلاحظوا كانت جي سريعة والنتيجة دي الهارة عادي تشوفها معي كانت شي خفيفة وسريعة ويعني وصراحة كانت جي زوينة اهم حاجة اننا ما كنحتاجوش بكثرة الخدمة فيها اني نطربوا البيض مع السكر الاخريه من غياء كتوجد وخاصة طانينا احنا كنا مزربين نعملوا هذا الجنواز وفعلا نرى هكذا جي زوينة بزب ننصحكم تربوها نخلطوا المكونات كلها في الخلاط يعني كلها وعطتكم مقادير اللي مضبوطة بعد نخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط اللي كي يكون قاوم دياله يعني املاس ما كيكونش بقي فيه تشكة شولات ديال الدقيق نتأكدوا بان هو المكونات كلها نساجمت واجتنا مول اللي انتو بزردار شيتو بدقيق المول فيه 24 سنتيم في 30 سنتيم ممكن انكم تستعملوا اي مون شو ما كتفضل اه كنفرغوا في الخليط ديال الجنواز لكي كيف مكلكم كي يجي هذا الجنواز صراحة زوين بزاف كنشعل الفون اللي كنشعل مسبقة على 180 دراجة فقط من الأسفل حتى كتب لنا من الأسفل بعد كنشعلو لها الفوق باش كتكمل الطيب دياله ونخرجوها وهذا هو الشكل الجنواز بعد ما سنخرجوها من الفرر لا تأخذ فقط بزاف لانها تجي طبقة للنصغيرة لا تكون كبيرة الجنواز خفيفة وجدت هنا نسو كأس ديال الحليب اللي اضفت لها مع القاس صغيرة ديال كاكاو الحلو ممكن فقط يعني تضيفه قهوة سريعة دوابان او لا تسقيوها بالحليب مباشرة لحساب الرغبة ديالكم ممكن تسقيوها بالمام خلط مع القاس صغيرة ديال قهوة سريعة دوابان والقالي من السكر تقريبا مع القاس صغيرة نسقيو الجنواز ديالنا بشكل جنواز يعني متشربة ممكن انكم ما تسقيوها شأنه الجنواز ما كتحتاج ولكن غير كإضافة فقط بشكل جنواز يعني مسقي نخلل الجنواز ديالي اعلاجنا بستكتبريد ندوز نحضر الطبقة الثانية ديال الكريمة غادي نحتاجو فيها ربع لترط ديال الكريمة ممكن تعاوضوها بصاشي واحد ديال الكريمة يعني بودرة الكريم شونتي اللي كتكون على شكل بودرة وغادي نطربوها مع كأس ديال الحليب اللي يكون بارد يعني من القبر كان ندخلو الكريمة المجمد هي والحليب يعني ضروري هاد المرحلة باش الكريمة كطلع لنا ضغية لذلك دائما كنبردو هاد المكونات ممكن حتى تبردو الإناء اللي انتو ما غا تطربو فيه نبدأ نطرب الكريمة ديالي شوية بشوية حتى تطلع ليا كتحاولوا ان لكم تطربوها في القيص ديالها عني مريكم كيفاش خصنا نحصل عليها لانا ولا تطربنا هكتر من قيص كيولي شكل ديالها بحل جوبن وحنا ما خصناش يعني نحصل عليها هاداك القاوة في هذا الشكل ديال الكريمة بعد ما كتتماسك تأتي غابطة في رأسها في نفس الوقت يعني كتكون آآ خفيفة نوعا ما يعني ما كتكون شة كيف ما كتلكم يعني ما كتكون لك يعني ما كتكون لفوضتو لها على الأطراب كتإلتش حتى تخصرج لنا الكريمة كثتش مزيانة بعد إن اعملو الكريمة ديالنا فوق طبقة ديال الجنواز الجنواز ضروري تكون بردات يعني مخصص يكون برد قبل ما تتحضروا الكريمة ونحاول نوزها بشكل اللي كيكون تاوي يعني نقادلها مزيان على وجه ديال الجنواز وباش نحصل على سطح اللي كيكون مقاد واملس كنستعمل هاد الادات لانها صراحة كتاعدنا بزاف باش في الخدمة كتاعدلين السطح ديال الكيك غتي ندخل هاد الكريمة ديالي او للطرطة ديالي تلزحت تكتبر تماما من احسن عملوها في المجمد بعد كنخرجوها من بعد ما تبرد لطرطة ديالي جيدا يعني الكريمة تماسكت كنا اخذها كان وجدت سالصة الكراميل هذه السالصة الكراميل ارني وجدتها معكم من قبل في القناة فقط بالحليب وكن نحصل على سالصة الكراميل اللي رائعة جدا ماداق ديالها جدا رائع هادي نعمل هاد الكريمة في هادك القريعة اللي كيف ما تيبلكم تيكون عندها رأس صغير من بعد كندوز واحد سكين من الجواني باش يسهل لي انا نزول ايطار سلصة الكراميل من بعد نحيطنا الاطار سوف نزيل طرطة ديالا بسلصة الكراميل من نسبة لسلصة الكراميل سنوضع لكم رابط الوصفة اسفل الفيديو باش تعرفوا على مقادير وكذلك الطريقة راها كتش اقتصادية ونحصل على نتجاج جدا مرضية لمن نحيط المضاق وكذلك القاور من نسبة لطريقة ديال الزين دائما كتبقى اختيارية فقد ناخدو ناخدو فكرة واللي عجبات هو نفس الطريقة يطبقها ممكن كذلك انكم تفرغوا سلصة الكراميل مباشرة فوق من الكريمة ديالكم غير هو ملاحظة صغيرة منيك نعملو سلصة الكراميل مباشرة فوق الكريمة تخسر لنا شوية المنظر الكراميل اللي يتخلط مع الكريمة لذلك يعني اجبتني الفكرة ديال اننا نعملو خطوط من الاحسن باش بقصصات الكراميل واتحفق من الطرطة وكلامسة اخيرة هرمش شوية ديال الكرقاح وكنعملو في الجواني فقط وكيف ماكت لكم دائما نزين تبقى اختياري نكملت زين بحت غادي نخليكم باشوفوها في الشكل نهائي ونوريكم كيفاش كديم الداخل وصلنا وشاهدي الكرام نهاية الفيديو كنت الوصفة ديالي وما اللي قطعت عليكم عبارة على الطرطة جد اقتصاد ديالي الماداق ديالها جد جد رائع من الجنواز حتى السلصة يعني كل شي يعني صنع منزلي حتى السلصة الكراميل اللي كتبع غالية نصيبوها في البيت باقل تكلفة ان شاء الله غادي نوض عليكم الرابط باش تستفدو وكذلك تجربوها راكاتي جد جد رائعة لف القوام لكذلك في اللوم قطع عليكم واحد الجزء من الطرطة باشوفو كيفاش كديم الداخل نتمنى انكم تربوها الطرطة وتكون عجباتكم هذا هو الاهم حاولت انني يعني ما نضيفش بزاف ديال المكونات يعني نحاول انها تبقى اقتصادية قد قد مستطع وان شاء الله تعجبكم وتزربوها راكاتي جد راكاتي خفيفة ورائعة جدا ذكري ما راكاتي جد راكاتي شدة فرصة يعني كتكون قابطة وسلصة الكراميل را سبق لي ادويت لكم علاها يعني كتلكم راكاتي جد زوينة نتمنى تزربوها لعمرة كيزوا القناة اتمنى ان تشتركوا القناة وكذلك يفعل جرس باش يوصلكوا الجديد لايك اللي فيجي لعجبكم لي عندو اي سؤال يخلي بياف تعليق ان شاء الله غادي نجاوبوا كنتمنى لكم تمام الصحة والعافية وكنشكلكم على حسن المتابعة الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة